اشتركوا في القناة هذا الفيلم فيه إساءة للمسلمين أنفسهم وهذا ما لم يتبه له الكثيرون لكن هذا يفتح لي الباب لأحدثكم عن قضية وأجل الحديث عنها منذ سنوات يبدو الآن حال الوقت للحديث عن كل هذه المؤامرة وما نرهه الآن مجرد جزء بسيط منها أرجو تفتحوا لي عقولكم وقلوبكم وأن تتقبلوا ما أقولوا حتى لو كانوا صادما وطبعا مع تشجيعكم على نشر هذا الفيديو حتى نرجع للقصة من بدايتها سأرجع شوي عدة عقودة للوراء وأعرض لكم أجزاء من المقابلة أجريت في عام 1982 بعنوان A Trip Into The Supernatural يعني رحلة في عالم المورائيات بطل هذه المقابلة كان رجل كندي اسمه روجر موردو وهو يحكي قصته كيف مع أنه نشأ في أسرة كاثوليكية كيف تم تهيئته لقبول الأنضمام إلى أحدى جماعات عبادة الأرواح الجماعات السرية ثم اكتشف لاحقا أنها تعبد الشيطان نفسه إبليس تحديدا وبعدما تركهم كتب عدة كتب وفضح هذه القصة وأجريت معه هذه المقابلة في عام 82 وأهم ما قالوا فيها أن المؤامرة تقوم على ثلاثة خطوات رئيسية كبرى حتى يحكم الشيطان العالم الخطوة الأولى هي أقناع الناس بعدم وجود إبليس ذاته لأنك لو اقتنعت بوجوده ستقاومه أو على الأقل تحذر منه أو تستعيد بالله منه هو لا يريد أن تقتنع بوجوده أصلا لذلك كل ما نراه الآن من موجة الحاد وحتى قبلها من أيام الشيوعية والآن بشكل أكثر هي كلها مجرد خطوة بسيطة لعبادة الشيطان نفسه لذلك أنا أردد أحيانا مقولة نحن ننتقل من الإنسانوية عبادة الإنسان إلى الشيطانية قريبا ستبدأون تسمعون كثيرا عن الإيمان بالروحانيات الجديدة حركة العصر الجديد تحدثت عنها عدة مرات القبلاه واليوغا وكل هذه الخرافات التي تشجع من قبل جمعيات السرية الماسونية طبعا كلها مقدمات لتهيئة البشرية لظهور الشيطان لاحقا إما هو الدجان نفسه كما تقول إحدى النظريات أو متحالف معه والشياطين سيكونون معه طبعا وسيظهرون للناس قبل هذا كله كما يقول أول خطة إقناع الناس بعدم موجود الشيطان الإلحاد عدم موجود مورائيات أصلا الخطوة الثانية إيجاد طريقة للسيطرة على عقل الناس وهذا كلام يطول طبعا على مدى التاريخ كان أبليس وخطته تتضمن عدة طرق للسيطرة بما فيها السحر طبعا الآن هوليود تحديدا هي تقوم بأهم جزء من هذه المؤامرة ونتفليكس هي جزء بسيط أيضا من هذه الخطوة ثم لاحقا في الخطوة الأخيرة القضاء على الأديان بنسفها من الداخل لديهم قناعة فعلا أنه قبل ما يخرج الدجال سميه المسيح المشيح المسيح الموعود لدى المسيحيين أيا كان يجب أن تهيأ له الظروف بالقضاء على الأديان أو بتهميشها وتقليص أثرها على الناس وسأترك لكم رابط المقابلة كاملة تحت هذا الفيديو الآن لنقفز إلى نتفليكس تحديدا خلينا نحكي مثال واحد بس في آخر عام 2018 هناك برنامج كوميدي لشخص باكستاني الأصل اسمه حسن منهج انتقد في إحدى حلقاته محمد بن سلمان بالاسم ضمن سياق اتقاده للسياسة السعودية تحدث عن مقتل جمال خاشقجي عن الحملة العسكرية للسعودية على اليمن انتقد فيها حقوق الإنسان انتقد فيها حقوق المرأة تفاصيل كثيرة من منطلق البرالي طبعا مع أنه أصله مسلم المهم كانت حلقة مشتعلة وطبعا جاهدها ملايين الناس فأثارت غضب السعوديين بكل بساطة طلبت السعودية بشكل رسمي من نتفليكس أنه تحجب هذه الحلقة حتى لا يراه السعوديين على الأقل والمفاجأة نتفليكس استجابت وقالت في بيان أنه هيئة تنظيم الاتصالات السعودية ذكرت أن المادة ستة من القانون هي السبب في هذا الطلب فماذا تقول هذه المادة؟ أنه إنتاج أو إعداد أو نقل أو تخزين المواد التي تؤثر على النظام العام والقيام الدينية والأخلاق العام والخصوصية من خلال شبكة المعلومات وجزة الكمبيوتر هي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة خمس سنوات إلى آخره طبعا هذه جريمة يعني في داخل السعودية وليس في نتفليكس التي تدار في أمريكا وهم طلبوا بناء على ذلك من نتفليكس أن تحجب هذه الحلقة فاستجابوا طبعا قامت قيامة الإعلام في أمريكا وفي كل أوروبا واستشاط الناشطون غضبا كيف تستجيب شركة تكنولوجيا أعلامية أمريكية لهذا الطلب من دولة قمعية بين قويسين كما يقولون وأيضا مثلا هيومان رايتس ووتش أمنيستي صحفيين في كبرى الصحف الأمريكية كتبوا عشرات التغريدات ضد هذا التحرك من نتفليكس كيف استجابت لهذا الطلب؟ بعضهم قالوا طبعا أن هذا غير مفاجئ لأن هذه الشركات همها الوحيد هو الربح باعتبار أن صندوق السيادة السعودي يستثمر في الكثير من شركات وادي سيليكون وكبرى الشركات الإعلامية في أمريكا فإذا من الطبيعي أنهم يخفوا لأرباحهم ويستجيبوا لهذا الطلب بالمناسبة أيضا أنا بحثت وجدت أن قبل هذا الطلب السعودي من نتفليكس بشهر واحد طلبت محكمة نيودولهي العليا من الحكومة الهندية أن تناقش عريضة تدعو إلى فرض حضر أيضا على ما وصفته بالمحتوى المبتدل على نتفليكس وأمازون وعدة شركات أخرى ما أدري بصراحة وين وصل هذا الطلب في سنجافورة نتفليكس استجابت أيضا للطلب الرسمي من سنجافورة بحدث ثلاثة مسلسلات لأن هذه المسلسلات حرضت على تناول المخدرات أو يعني عرضتها بشكل إيجابي يعني على الأقل عندنا هنا تجربة واحدة مماثلة ولكن شيء يتعلق بالمخدرات يعني هذا ممكن نقول أن الشبكة تتجاوب أحيانا وبشكل جزئي مع بعض الحكومات لأمر معين لكن السؤال هنا ماذا لو طلب منها أن تحجب شيئا له علاقة بالإباحية أو المثلية الجنسية تحديدا والآن دخلنا في البيدوفيليا هذا هو السؤال المهم أنا لن أجيب على هذا السؤال من عندي تعالوا نشوف جواب مؤسس ومدير نتفليكس تحديدا هذه مقابلة أجريت معه في شهر 11-2019 يعني تقريبا بعد سنة من قصة حجب حلقة منهاج أجريت معه لصالح جريدة نيويورك تايمز في أحد مهرجاناتها أو فعالياتها في بضع دقائق في وسط هذه المقابلة سأترجم لكم ما قاله المذيع وكيف أجاب مدير نتفليكس سأله أن هوليوود كانت متهمة دائما بأنها تصدر قيمها وثقافتها للعالم فهل أنتم أيضا مثلها؟ قال لا أرى أن نتفليكس تقدم شيء آخر سوى الترفيه وهي تعمل على المشاركة وتوزيع المحتوى ومشاركته بين الناس من شدة الطبقات والعراق وهذا هو ما يهمنا وهو تشارك المحتوى فيما بين الناس يعني إجابة دبلماسية سأله بعدها لماذا حدفتم مقطع رفضته الحكومة السعودية من باب سياسي بحت فقال نحن يمكننا أن نتجاوب مع بعض طلبات الحكومات ونتعاون مع بعض هذه الحكومات والسعودية تحديدا ليست لديها مشكلة مع التعليم الجنسي سيكس أدوكيشن أنا أظن أن هذا اسمه سلسل في نفس الشبكة أنه هي ما طلبت مننا أن نحجبه مع كل ما أثاره من جدل حتى في الغرب وهم يسمحون لنا بعرض اللايف ستايل على الشعب السعودي ونحن لسنا مؤسسة إخبارية يعني نحن في النهاية شبكة ترفيهية لكن أحيانا نتحدث عن السياسة في سياق البرامج الكوميدية واللي حذفوه أو طلبوا حذفوه كان محتوى إخباري فما كان عندنا مشكلة طالما هو لا يتعرض لللايف ستايل يعني نحن هدفنا أن نعرض اللايف ستايل وليس الأخبار هذا كلامه بالحرف طيب قال بعدها المذيع إذا لو طلب منكم أو تحذفوا بعض المحتوى ماذا ستقولون؟ هنا يجيب بكل صراحة إذا قيل لي لا تضعوا أو احذفوا محتوى عن الشذوذ أو المثلية فلن أتجاوب معهم هذا كلامه بالحرف المهم أن تواصل شركتنا أو شبكتنا مشاركة اللايف ستايل هدفنا الوحيد هو أن يتعرف الناس أو نؤثر في اللايف ستايل هذا الآخر بالله عليكم في وضوح أكثر من هذا في البداية قال نحن شبكة ترفيهية ثم قال لا نتحدث في السياسة ثم لما يتعلق الأمر باللايف ستايل نحن سنصر على أن نشارك اللايف ستايل تبعنا حتى نؤثر في اللايف ستايل لدى العالم كله أنا بصراحة ما كنت أتوقع مثل هذا الوضوح وأنا هنا أريد أن ألفت انتباهكم تتوقعوا الشيطان مثلا لو يريد أن ينشر الإلحاد الآن بين الشباب لو جاء مثلا عن طريق الوسوسة فقط هل سيدخل في عقل الشاب يقول له والله عندك مشكلة فكرية يجب أن تبحث فيها سيدخل عليه من باب الفلسفة مثلا يعني أنا من باب الحوارات الكثيرة التي لا تحصل تأجريها يوميا مع الشباب أو التي أسمع عنها أو أقرأها هذه كلها تأتي مشكلات لاحقة هذه ينشرها المستشرقون والملحدون ودعاة الإلحاد لاحقا بين الشباب التأثير الأساسي اللي بيخلي الشاب أصلا يتشكك أو يبحث أو يقرأ في هذه الأمور هو تطبيع اللايف ستايل لدى الغرب في نفس هذا الشاب إعجابه أولا بأنه فيه لايف ستايل آخر أحلى وألذ وأكثر إقناعا وجاذبية لدي حتى أعيش فيه أكثر من لايف ستايل أهلي وأمي وأبي وأجدادي والمجتمع المتخلف بين القوسين الذي أعيش فيه فهدفهم الأساسي بيكون وضوح ونشر هذا اللايف ستايل بعدها كله تتمات وبعدما يقتنع الشاب بأنه أحلى شيء في الحياة أنه يكون عندي صديقة وأنه ما يكون عندي أي تحرج من شرب الخمر ما يكون عندي أي مشكلة مع الآخر اللي هو قد يكون شاذ أو أي شيء باستثناء أن يكون مسلم وتدين هذا كله لايف ستايل نمط حياة أمان الصباحا المدتيشن وليس التأمل وليس الاقتراب من الشيطان وليس الاندماج في الوعي الكوني الشيطاني لدى حركة العصر الجديد هذا كله لايف ستايل والفكر بعدين والشبهات والشرك والإلحاد كله يأتي لاحقا لأن أنا أعرف أنه لن أكمل هذه الحلقة يعني بعض لن يصل إلى هذا الجزء من مشاهدة هذه الحلقة إلا ويقفز ويقول هذه الشبكات ما عندها أي مؤامرة هدفها الوحيد هو الربح وكل ما تعرضه من أمور قد تثير لدينا الاعتراضات حتى لدى الملحدين الذين كما قلت استاءوا كثير من البيدوفيليا هذا كله عبارة عن إثارة جدل حتى نشاهد أكثر وندفع أكثر ويتم ترويج لهذه الشبكة وفي النهاية حتى تربح أكثر باعتبار ما عندهم هدف في الحياة هو الربح وعلى أساس أنه الربح بحد ذاته هو شيء إيجابي ومش مشكلة لكن ليست هذه القضية الآن القضية الأساسية هنا هي من يفكر بهذه الطريقة هو تماما خاضع للمؤامرة التفكير بعقلية لا مؤامرة هو أهم جزء من نجاح المؤامرة كما قلنا أول خطوة طبقها إبليس لوسيفر كما يقول روجا مورو وهي أن يقنعك بأنه غير موجود فأفضل طريقة لنجاح المؤامرة تقتنع أنه ما في مؤامرة تفكر مسبقا بشكل مسبق بعقلية لا مؤامرة وكما قلت دائما في هذه القناة مشكلتين متضادتين لدينا المؤامرة تماما عقلية المؤامرة اللي بيفكر بأن كل شيء في هذه الحياة مؤامرة وهذا ما ريض بالبرانويا ويقابلها تماما عقلية لا مؤامرة لا يمكن أن تكون هذه الحكومات شريرة لا يمكن أن تكون هذه الشركات أبدا لديها أي مؤامرة سوى أن تريد أن تربح من جيوبنا فأنت تصور بكل بساطة بكل تجرد حتى لو كنت لا تريد أن تفكر بالمؤامرة هل هناك أفضل من هذا حتى تنجح المؤامرة؟ على أي حال؟ لدي هنا تقرير بسيط سأعرض لكم جزء منه من موقع علماني لا أريد أن أذكره ولا أشهره يفكر بنفس الطريقة ويجيب على هذا السؤال بنفس الجواب هل هم يفعلون هذا لأجل هدف ما؟ فورنا بإلك الجواب هو لا بل لأجل الربط طيب أنا لو أريد أن أفكر بنفس الطريقة يعني هم فقط يثيرون الجدل حتى الناس تحكي أكثر عن نتفليكس وأفلامها المثيرة للجدل فتنتشر أكثر طيب الله عليكم لماذا لا تثير الجدل بقضايا أخرى تكون في صالحنا نحن المسلمين أو المحافظين حتى لو كنا مسيحيين لماذا لا نرى مثلا مسلسل أو فيلم في هوليوود كلها ونتفليكس تحديدا يتعاطف مع الإسلام مثلا لا أقول مع أقلية المسلمين لأنه أصلا لبراليين يتعاطفوا مع كل الأقليات مبدئيا لماذا لا يتعاطفون مثلا مع قضية فلسطين لو عملوا فيلم مثلا يشكك ولو بشكل قانوني جزئيا بالهولوكوست بأي شكل من الأشكال أو يعرض رؤية أخرى عن الموضوع ألا يثير هذا الجدل ألا يربحوا كثيرا بهذه الطريقة يا أخي أعمل أي فيلم ضد أي قضية لبرالية لا تصب في نفس سياق اللبرالية المتطرفة الإلحادية التي تؤدي في النهاية كما قلنا لانتصار حزب الشيطان افعل أي شيء يكون مثير للجدل ولكن يصب فيه طرف المحافظين ولا أقول المسلمين مستحيل ترى فيلم واحد في هذا الاتجاه لذلك نعم هم يثيرون الجدل ويربحون منه أيضا ولكن فقط فيما يصب في مصلحة اللبرالية وما يريده الشيطان تحديدا واستشهدنا قبل قليل حرفيا بكلام المؤسس نحن نريد نشر اللايف ستايل تحديدا بمعنى أنه لو طلب مننا حذف ما يتعلق بالشذوذ كما قال حرفيا وحتى لو كان هذا يؤثر على أرباحنا فسنظل ننشره ولن نحجب ولن نستجيب لهذا الطلب لأنه اللايف ستايل مقدسة مثل الدين لدينا تماما لان سأستشهد هنا بإحصائيات كيف تم تعديل عقلية الأمريكيين تجاه الشذوذ مستعينة بأحدى المقالات تقول إحصائيات حسب قالوا بأنه 2.7% فقط من الأمريكيين شواذ أو مثليين جنسيا والذين استجابوا لتغيير الثقافي الأمريكي لتقبل الشواذ أو زواج المثليين في أمريكا ما بين عام 96 إلى 2015 يعني 20 سنة فقط انتقلت نسبة المتقبلين لهذا الزواج من 27% قبل 20 سنة فقط إلى 60% وهذا كله بفعل التعليم وقوة الإعلام وقوة القانون والخجل من أن تقول لا لما أنت تشعر في المقابل أن معظم الناس حواليك صاروا متقبلين لهذا الأمر فإنت قصبا أنك قد لا تجروا حتى على الاعتراف بالعكس هذا كما قلنا ما بين 96 إلى 2015 يعني الآن في 2020 أتوقع النسبة زادت أكثر بكثير الآن في أحد المقالات أيضا سأترك لكم رابطها أيضا يقول أنه نفس الطرق التي استخدمت لنشر الشذوذ وتقبل الناس للمثلية وليس أن يمارسوا المثلية كما قلنا 2.7% فقط بمارسوها عمليا الباقي متقبل نفس الشيء الآن يحدث تماما وحرفيا مع تقبل البيدوفيليا وقريبا حتصير في أفلام إباحية مرخصة وشرعية ومواقع إنترنت لهذا الموضوع بشكل شرعي أما في المقابلة لما نحكي نحن كمسلمين عن الزواج المبكر أن الفتاة لما تبلغ سن التكليف وتكون قادرة على الزواج لأن هي أصلا بالغة وقادرة أيضا على الزواج وعلى تحمل المسؤوليات لكنها لم تبلغ سن 18 هذا بحداته جريمة أما أن تمارسها الجنس خارج الزواج أو تشتهى جنسيا ثم تمارسها برضاها فهذا ليس مشكلة الآن وحتى بعض الضول الآن بدأت قانونيا تشرع لهذا الأمر لأن هذا كله ينقلنا مرة أخرى إلى ما بدأنا به الفيلم الذي عرضته نتفلكس مؤخرا عن فتاة مسلمة من عائلة سينيغالية هاجرت من أفريقيا إلى فرنسا وإحنا الأحياء الفقيرة طبعا أنا مستحيل أشاهد هذا الفيلم لأنه لما شفت بعض الناس بيحكوا عنه حتى العلمانيين الملحدين مش قادرين يشوفوه من شدة البشاعة اللي فيه وهذا نفس الشيء أصلا كان يصير مؤخرا قبل عقود بسيطة نفس هؤلاء كانوا بقولوا نحن مش قادرين نتقبل القرف اللي في الشذوذ الجنسي الآن ما عد عندهم مشكلة في تقبله بالعكس أي واحد الآن بيقول الشذوذ مقرف حيروح في ستين داهية بالقانون فأنا في النهاية ما شفت هذا الفيلم ولا مستعد أشوف منه أي مقطع لكني استعنت ببعض الأصدقاء الذين شاهدوه أو شاهدوا بعض أجزائه فيقولون لي أنه هي عائلة هاجرت والبنت بيبدأ لديها المشكلة في اللايفستايل اللايفستايل أهلها اللي بيحاولوا يعلموها الصلاة والحجاب فبتتبدأ تتمرد وعمرها إدى عشر سنة مرة ثانية إدى عشر سنة يعني حتى بفرنسا اللي بتحكي الآن أنهما بدهم ينزلوا سن الجنس وليس الزواج لدى البنات إلا عمرها تلتعاش في فرنسا نفسها وحتى في أي مكان متطرف بالتطرف الليبرالي اللي كنا بنحكي عليه ما وصلوا لدرجة أنه يتقبلوا الجنس مع سن 11 فهي البنت بتبدأ الآن تتعلم من صديقاتها وجيرانها كيف هما بيرقصوا رقص مغري وحسب ما قرأت أيضا أنه المخرج من شدة قذارته كان بيركز على أماكن معينة في جسم هؤلاء البنات اللي هم أصلا ممثلات في هذا الفيلم والمصيبة الكبرى أنه الكاست أو اللي يمكن أخرج الفيلم أو كتب السيناريو هم أيضا من المسلمين أو ربما مسلمين سابقين أو عرب مهاجرين إلى فرنسا طبعا دائما اللي بيقوم بهذه الأعمال هم أقدر ناس من مسلمين سابقين هؤلاء أشد عداء للإسلام من كل الأديان أخرى طبعا هذا الفيلم أثار الكثير من النقد حتى قبل أن يظهر لما ظهر وأنا بصرحة كنت متوقع أنه نتفليكس لن تقوم بهذا العمل وتؤجل على الأقل لكن في النهاية أصدروه وعرضوه والحمد لله أقيمت حملة عالمية كبرى لإلغاء الاشتراك بنتفليكس وأدعو الآن كل من يشاهدني الآن إذا كان مشتركا أن يستشعر مسؤوليته أمام الله إلى تمويل هذه الخطة الشيطانية لتشويه عقول الناس من مسلمين ومسيحيين ومحافظين في كل العالم حتى لو كنت تتق الله ولم تشاهد ولا مشهد واحد حرام المساهمة فقط في هذه الشبكة بحد ذات حرام وسنسأل يوم القيام عنه وهنا أيضا لا يفوتني أن أنصح كل الإخوة المسلمين الذين يتساهلون أحيانا في ملابس بناتهم حتى لو كانوا صغيرات بعض البنات في عمر العشر سنوات تكون مغرية جدا تكون بنفس جمال البنات الكبار فأنت لا تضمن أنه في كثير من الناس قد يشتهوا هذه الفتاة وأصلا قد لا يعلمون أنها طفلة قد تبدو لهم مراهقة وأكبر من عمرها وقد يشتهيها حتى لو كان يعلم أنها طفلة صغيرة أصلا فأيضا موضوع الحشمة والعف فهذا مطلوب لدى كل الأعمار لا أقول تحجبوها وهي كعمر صغيرة وطبعا لا نقول أن الحجاب يجب أن يكون في نفس عمر البلوغ لازم من قبله بكم سنة يكون في تهيئة لكن أيضا الحشمة مطلوبة في كل الأعمار وهذا شيء أساسي نعود الآن إلى نتفلكس وأنا استعنت هنا ببعض الأخوان اللي بتابعوا أكثر مني هذه الشبكة في مسلسل كما قلت لكم في فيلم اسمه ثلما هذه الأعمال قائمة على السحاق والشذوذ الجنسي فلسفة نتفلكس بأنه هي تتيح لك أو توفر لك خياراتك المناسبة لك حسب ذوقك أنت وتوجهاتك ما تريد ولك في المقابل هي تقترح عليك أيضا لو كنت مشتركا بعض الأعمال حتى لو لم تكن مناسبة لك فمجرد أنك تشوف مادة لها دعاية أو تسمع من الآخرين أنها مثيرة للجدل حيث أن عندك فضول فورا أنك تروح تفتح وتشوف ربما تجاهد حلقة واحدة من هذه المسلسلات فلا تقوم حتى تكمل المسلسل كله والمفاجئة في هذه الشبكة أنها ما بتأرجيك للحلقات متسلسلة كل يوم أو كل أسبوع تشوف حلقة كما كانت تفعل كل القانوات على التلفزيون هما بينزلوا مسلسل كله في يوم واحد بعدما يعملوا له حملة دعائية على مدى ربما أسابيع فتكون أنت مستعد نفسيا فاليوم اللي بتنزل فيه كل هذه الحلقات في كتير من الناس حسب ما أسمع بيأخذوا إجازة أو بيكون عنده ويكند فبيجلس وبيشوف كل شيء ربما عشر حلقات في يوم واحد تخيلوا كيف هيخرج كيف عقل المبرمج هذا هيكون قد تقبل وتشبع أفكار كاملة على مدى يوم كامل عشر ساعات من المشاهدة في تهيئة نفسية لتقبل أفكار وإيديولوجيات منحرفة وهذه إحصائية تثبت كثافة عدد الشخصيات الشاذة أو المثلية التي تقدمها نتفليكس في محتواها مقارنة بين عدد نفس الشخصيات في مسلسلات تلفزيونية لخدمات بث أخرى في أمريكا في عام 2020 و2013 فلاحظوا كيف نتفليكس متعمدة أنه يكون الشذوذ لديها هو الأصل وهو القاعدة أيضا في بعض الأفلام مثل دايز 365 حسب ما سنات يروج للاقتصاب نفسه يعني كل شيء شاد في هذا العالم هم يؤيدونه ويروجون له أيضا باسم التنوع العرقي كما قلنا اللايف ستايل كما قال مؤسس الشبكة في مسلسل اسمه إليت من جزئين أنا شاهدت بعض الحلقات اللي بتنتقده وصدمت من هذه الجرأة والوقاحة وصدمت أكثر كيف بعض المسلمين ما زالوا مشاركين أو مشتركين في هذه الشبكة وبيدفعوا لها فلوس كل ما يخطو في بالكم من تنميط من تحقير من إساءة للحجاب من تشجيع للشذوذ لازم 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 مثلية لازم في كل مسلسل تقريبا وكراهية البنت وأخوها الشاب لنمط الحياة واللايف ستايل تبع أمها وأبوها وعجابهم باللايف ستايل تبع الآخرين اللي معدهم شيء اسمه حرام كل هذا يقدم بشكل صادم بشكل في غاية الوضوح ولسه في ناس تقولك نظرية مؤامرة حتى نرجع أيضا لقضية الشيطان في مسلسل اسمه لوسيفر لوسيفر هو اسم الشيطان لدى عبدة الشيطان المسلسل أنتجته شركة فوكس عام 2016 وعملت منه ثلاثة مواسم وكانت التقييمات لدى المشاهدين أنه مش كتير ناجح فأرادت فوكس أنه تلغي هذا العمل تخيلوا نتفليكس اشترت حقوقه وعملت منه أجزاء أخرى رابع وخامس وسادس المسلسل تدو قصته حول الملاك إبليس لأنه كما قلنا سابقا إبليس حسب نظرية التوراة المحرفة ثم القبلة عبارة عن ملاك تمرد لما طلب منه أن يسجد إلى آدم وهو الذي يريد أن يحمل المعرفة إلى بني آدم هو المتمرد على الإله جل وعلا الذي يريد أن يحرم الإنسان للمعرفة ويريد أن ينقل له المعرفة والنور فلوسفر هو حامل أضياء وهو ملاك ساقط عقبه الله بأن أنزله مع آدم إلى الأرض ومنذ تلك القصة منذ آلاف السنين هو يحاول أن يتمرد وأن يسيطر على العالم لصالح بني آدم لصالحنا نحن فلذلك هذا لوسفر هو ملاك يتجسد على هيئة إنسان وهو ألمع ملائكة الله تعالى قبل أن يطلب من الجنة وعقب بأن يحكم الجحيم إلى الأبد يعني سيكون هو الحاكم وهو الملك على الجحيم بحيث أن الجحيم خالج عن سلطة الله جل وعلا كما يقولون والآن يريد أن يكون رحيما فالآن هو متمرد حتى على هذا المصير فبعدما تمرد تمرده الثاني نزل إلى الأرض وترك الجحيم ويريد أن يعيش بين بني آدم مثل البشر ويعجب بإحدى المحققات الشرطيات ويعيش معها كمحقق حتى يكشف الجرائم وتخيلوا أيضا يعني يعرضون لنا هذه الشخصية في المسلسل على أنه شخص فكاهي ودود وهو أيضا لا سلطة له على خطايا الناس كما يقول بل هو يستخرج فقط رغباتهم المكبوتة والممنوعة وهو أيضا يتساءل هنا هل هو شرير لأنه اختار الشر أم لأن الله تعالى هو الذي اختار له بفطرته أن يكون شريرا في يعني المسلسل فيه كل الدفاع الذي يخطر في بالكم والذي حتى قد لم تذكره القبالة للدفاع عن إبليس وتهيئة الناس لعبادته أيضا من الأعمال التي أثارت الجدل على نتفليكس مسلسل المسيح ذميسية ونحن أيضا في موقع سبيل نشرنا عنه مراجعة وهو عبارة عن شخص يظهر في دمشق ويدعي أنه المسيح الذي سيخرج في آخر الزمان وأن أتباعه ليس فقط من أصحاب الديانات الإبراهيمية التي تؤمن بعودته بل يشمل كل الطوائف الأخرى مثل البوذيين في النهاية يريد أن يخبرنا أنه المسيح نفسه عبارة عن خدع وفيها كثير من الخرافات أو محاولة تكذيب كل الأديان أنصحكم بالعودة إلى مراجعة هذا المسلسل على موقعنا موقع السبيل أيضا بينما كان يحتفل المسيحيون بالكريسمس عرضت نتفليكس ما قيل أنه إثارة للجدل حتى تربح أكثر مسلسل باسم يعني الإغواء الأول للمسيح وهو معارضة كما يبدو لي لفيلم صدر قبل عشرات السنوات باسم الإغراء الأخير للمسيح وإذا كان هذا الفيلم أثارة كثير من الجدل وحتى مظاهرات وحتى بعض المسيحيين أحرقوا بعض دور السينما هذا أوقح بكثير هذا الدعاء أن المسيح عليه السلام كان شاذ جنسيا وأن مريم العذراء كانت تدخل الحشيش وحتى عرضوها كما سمعت في مشهد غير لائق يعني كل ما يدور في فلك الهرطقة والإساءة والتقليل من قداسة الأديان ستجده على نتفليكس مرة أخرى طبعا سيقفز لك الليبراليون أن هذه حرية تعبير وحرية نقد للأديان وإثارة للجدل من أجل الربح ومرة أخرى نقول لماذا لا يفعله نفس الشيء في قضايا تخدم الدين وليس العكس لن تجد لديهم أي جواب أيضا مسلسل آخر مسلسل دارك تدور القصة حول منظمة هيرميسية جزء من الغنوصية الباطنية من عقائد المنظمات أو الجمعيات السرية والقبالة هذا المسلسل يقولها بصراحة أن الإله الذي تعبده البشرية منذ ألاف السنين ليس سوى الزمن نفسه فهو ليس كيان لديه فكر أو إرادة أو أي قدرة لتحريك الأشياء أو فعل أي شيء بل هو مبدأ فقط مبدأ تتفاعل فيه كل هذه الكائنات بشكل تلقائي وهذه حرفيا عقيدة مبدأ وحدة الوجود التي نجدها لدى البوذية والهندوسية قبلها والتي انتشرت في كل المبادئ الغنوصية في العالم لذلك حتى تتمرد البشرية على هذا المبدأ الذي يتكرر عبر مبدأ تناسخ الأرواح الذي نجده أيضا كما قلنا لدى الهندوسية وكل عقائد الباطنية أعلنت هذه المنظمة في مسلسل دارك التمرد والحرب على هذه المنظومة الإلهية والهي كما قلنا أيضا هي لا تؤمن أصلا بإله كما نفهمه نحن بل وحدة مطلقة ينبثق عنها الكون في النهاية كل ما يخطر في بالكم من عبادة الشيطان ومن مقدماتها من انحلال أخلاقي ولايف ستايل ومن عقائد باطنية غنوصية مما يخدم الماسونية كل هذا كله بالاستثناء نجده في أعمال نتفلكس وإذا كان البعض يرى أن هذا مربحا فأيضا الأعمال الدينية قد تكون مربحة أكثر الأعمال التي تثير الجدل بقضايا أخرى أيضا تربح أكثر فهذه الدعوة مجددا أيضا لكل مسلم يشاهدني الآن أرجو نشر هذا الفيديو نشر هذه التحذيرات توعية أكبر قدر من الناس حتى لو كانوا غير مسلمين إلى هذه الخطة الشيطانية للتأثير على الناس والاستنزاف جيوبهم في نفس الوقت هذه مسؤولية كل واحد مننا مسؤولية أمام نفسه وأطفاله على الأقل حتى لو ما كنا قادرين على إنقاذ العالم أما التفاصيل الأخرى عن عبادة الشيطان والمؤامرة الكبرى هذا سنخصص له حلقات أخرى إن شاء الله ولا يفوتني هنا أن أشكر الأخوة الذين ساعدوني في إعداد هذه الحلقة الأستاذ هادي صلاحات وفراس مريش والأخ زيد عبد الكامل شكرا لكم وشكرا لكل متابع ولكل من يساهم في نشر هذا الكلام ولكل من يرغي اشتراك في نتفليكس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر